بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد والقرآن الحكيم إنك لبنى المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزر قوما ما أنزر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغنالا فهي إلى الأذقان فهم مطلحون وجعلنا من بين أيديهم سدا وبالخرفهم سدا فأغشيداهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين واغربناهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم أثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاء المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسلنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا بل لا يسألكم أجرا وهم نهتدون وبالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلية إن يرد للرحمن بطول الله لعني شفاعتهم شيئا ولا ينقلون إني إذن في ضلال مبين إني آمدت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعدبون بما غفر لي ربي واجعلي من المكرمين وبا أنزلنا على قومه من بعده من جند من السباء وبا كنا منزلين إن كانت إلا صيحة وافدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يسترزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكرون وجعلنا فيها جنات من نخير وأعناب وفجرنا فيها من العيود ليأكلوا من سمره وبا عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لنها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدمناه مناسل حتى عادك العرجون القديم والشمس ينبينها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشفون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى كين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترهمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلام مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذرون إلا فيهة واحدة داخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى آنهم يرجعون ولفخ في الصور فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينسنون قالوا يا ويلنا من بعثنا بمن قد آذابا وعدا وحباد وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظنب نفس شيئا ولا تجذون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شبر فاكون هم وأزواجهم في ذنال على الأرائك متكرون لهم فيها فاكية ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجربون ألم عهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تاقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أخواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لطمسنا على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفنا يعقنون وما علمناه الشعر وما ينبينه إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر بنكا لحيا ويفق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيديدا أدعاما فهم لها مالكون ودلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها مناف ومشارب أفنا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يغذنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون فولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نتفة فإذا هو خصيب مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي منهيم قل يحييها الذي أنشأها أود مرة وهو بكل خلق العليم الذي جعل لكم الأرض فراشا أوليس الذي خلق السباوات والأرض بقادر العدى أن يخلق مثلهم بنا وهو الخلاق العليم إنما أمنوا وإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده بدكود كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العبيد